أحبائي شريعة التطهير كما ذكرت تطلب تقوس وأنا مش عاوز يعني أروح في تقوس العهد القديم الطويلة لكن بعد نهاية الأمر بكل بساطة حتى يرجع يتقدس ويدخل الجماعة المقدسة يعني بساطة كان لازم يروح للكاهن بجيب عصفورين عصفوران حيان ولاحظ لازم يجيب عصفورين لأنها بغض النظر فقير أو غني لازم تجيب عصفورين ومع العصفورين لازم تجيب خشب الأرز خشب الأرز معروف عنه بالقوة والثبات وأن هذا الخشب لا يتسوس ثم ماء حي شو يعني ماء حي؟ يعني لازم تجيب المي من ماء جارية مش ماء راكدة مي جارية حتى تكون مقبولة بحسب الذبيحة وطبعا قرمز وزوفة ليه؟ لأنه البرس رمز للخطية والذي ذبح هو رمز للطهارة فشو بيعمل الكاهن؟ بيذبح عصفور في إناء خزفة وبيجيب العصفور الحي بيغمسوا في الدم يعني في العصفور المذبوح وبعدين يطلق العصفور الحي إلى الصحراء أكيد يمكن البعض اللي بشاهدين عنده اطلاع على العهد القديم كما التيسان في يوم الكفارة في العهد القديم يطلق تيس أيضا إلى الصحراء وبعد أن يقوم طبعا فيها فرائد كتير فيها غسلات فيها بيمسك الدم بحطها على شحمة الأذن اليمنى الإبهام الأيمن الإبهام الرجل الأيمن وبعدين بعد كل الفرائد لازم سبع تيام يعتزل ثم يغتسل ثم بيجيب الذبيحة والذبيحة طبعا في ذبائح بيتكلم عنها ولكن برضو بهذا المكان أعطى فرصة للفقير ما بقدر يجيب يعني خراف أو ما شابه فأعطى الفرصة أنه ممكن يجيب يمامتين أو حمامتين حتى يقوم بهذا التطهير وبعد ما يعطيه الوثيقة أنه حكم بطهارته بيرجع فرحان بيستقبل بيته أهله بيقبل أولاده وبرجع للعبادة بترجع حياته نورمل كما كانت أحبائي يقول الكتاب أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم إحنا منطهر بدم المسيح ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل إثم الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه أو كما يقول الكتاب أو كما يقول الكتاب اغسلني فأبيض أكثر من التلج يمكن لازم نيجي نعلن للمسيح أنه أنا أبرس فعلا فيه نجاسة فيه خطيئة عدم طارة ولكن المسيح بحبك وهو صنع هذا الخلاص والفداء حتى تتطهر بدم المسيح ثم يستمر هذا التطهير والغسل عن طريق الكلمة اللي بتنقينا بتقربنا بتشبهنا أكثر ليسوع المسيح ولكن لازم نيجي مثل الأبرس بالتضاع بسجود لرب المجد نيجي بحالي يعني دسبرت مستقتلة مش لازم يعني مش رح أرجع إلا ما أنا للشفاء وأطلب من يسوع تطهير الخطيئي وشفاء مرضي أيضا ألم يعد الكتاب المقدس ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها أشعة المسيح ونور المسيح ومحبة المسيح بتلمس الأرض بنوره وتتطهر الناس وتأتي إلى يسوع المسيح المسيح هو الوحيد اللي بيستطيع أن يفعل هذا لا يوجد نبي ولا عظيم ولا أي شخص يستطيع أن يقوم بهذا اللي يصاب في ضربة البرس فقط نعمة يسوع هي اللي بتشفيه وهذا الشفاء الجسدي والنفس الروحي يسوع هو الذي يستطيع أن يقوم به بيه موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر